بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبدأ بشرح مختصر لمتن يسمى متن الأصول الثلاثة أو الثلاثة أصول بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرتما إن شاء الله بين ذات كاني شرح أصول الثلاثة يا أصول الثلاثة كي دين إسلامي سعين بنيادك حستاما يعني بابتها إن شاء الله قابجاني قبل أن نبدأ بدراسة هذا المثل نسأل أسئلة خمسة لماذا ندرس التوحيد؟ لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد خلقنا لنوحد الله لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد ولا يدخل جنة إلا موحد وحتى لا نقع في الشرك وممكن يسألك إنسان وأنت تمشي يقول هل أنت موحد؟ تقول نعم أنا موحد يقول ما هذا التوحيد؟ إذا لا تعرف ما هو التوحيد نقول هذه شهادة سور وقد يقول لك هل أنت مشرك؟ تقول أعوذ بالله أنا لست مشرك يقول طيب ما هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ إذا لا تعرفه نقول لعلك واقع في الشرك الأكبر أنت لا تدري عنه إذا مهم جدا أن نتعلم التوحيد والله أعلم ورشياء شمانون بيك سكت ضروري أنتك ما توحيدا بذاننو بسكتنين ترجمة نانسي قنقر